السلام عليكم تمر بها بلادنا مستثمرا ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام والتي قال فيها أننا نستلهم من هذه الذكرى روح الانتماء والإصرار على تحقيق مبدأ العدالة ومحاربة الظلم ثم عرج على ظروف هذه الحكومة منذ بداية عملها في العام 2020 حينما واجهت تحديات كبيرة اقتصادية وسياسية وصحية وثقافية وغير ذلك البلد بلادنا في هذه الأيام يحتاج إلى حكمة وإلى تضحية كما ضحى الإمام الحسين عليه السلام هذه التحديات في الحقيقة بدأت تنعكس على عمل الحكومة وتزيد من مصاعب برامجها وإنجاز هذه البرامج مضت حتى الآن ثمانية وعشرون شهرا من عمر هذه الحكومة ولو تأمنا الشهور التي توفرت فيها موازنة لهذه الحكومة لوجدناها ستة شهور فقط من أصل ثمانية وعشرين شهرا وتلك مدة قليلة أن تتمتع بها هذه الحكومة بالموازنة فترتنا هذه عصيبة ولكن هناك كان إصرار وخطط إصلاحية للاقتصاد للثقافة لكل ما أنجزناه خلال هذه المدة خاصة العمل على المشاريع المتلكئة وأصبحت فيها الإنجازات واضحة وأيضا في ملف علاقاتنا الخارجية الذي تطور كثيرا ورممت فيه علاقات العراق مع دول الجوار الإقليمي ومع دول العالم وكانت هناك دبلوماسية واضحة في إنجاز هذه الحكومة ومع ذلك هناك ما زال تحدي العمل بلا موازنة الخدمات ضاغطة بالنسبة للحكومة في مسألة تقديمها للعراقيين والعمل بلا موازنة حقيقة تحدي كبير والعراقيون أصلا يستحقون ظروف عيش أفضل وعلينا أن نبحث عن حل لهذه التحديات السياسية التي تعصف بالبلاد هذه الأيام ولا حل سوى الحوار الحوار الذي جاء في مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء ويبدو أننا بحاجة إلى مزيد من الحوارات بين القوى السياسية للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف وإلى التضحية بمصالحنا الذاتية بإزاء المصلحة العامة هذه الحكومة حكومة هي على الدوام تقف في الوسط حكومة وسطية لم تنشغل بالسياسة بل انشغلت بتقديم الخدمات وبالعمل المهني والفني وغلبته على الانخراط بالصراعات السياسية وبالجوانب السياسية تكرر هذه الحكومة ويكرر سيد رئيس مجلس الوزراء والطاقم الوزاري جميعا أنها ليست طرفا على الإطلاق في الصراع السياسي الدائر ولذلك الدعوة إلى الحوار مفتوحة في مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء وهذا الحوار هو ما نحتاجه لحل الأزمة السياسية هذه الأيام فيما تعلق بالبرنامج هذا اليوم كانت هناك مجموعة من القرارات عرضت على المجلس ونوقشت ولعل وزارة التخطيط حظيت بقرارين هذا اليوم الأول يتعلق بما سمته رفع الغبن عن حملة الشهادة الإعدادية من الموظفين ونوقش هذا الموضوع كثيرا حقيقة استغرق وقتا في وجهات النظر وأخيرا صار هناك قرار برفع هذا الغبن وبإطلاق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية وصولا إلى الدرجة الثالثة بعد أن كانوا يتوقفون عند الدرجة الرابعة ووزارة المالية ستتولى تعديل الوصف الوظيفي للموظفين من حملة الشهادة الإعدادية وينفذ هذا القرار بعد إقرار الموازنة أيضا في وزارة التخطيط كان هناك مقترح من الوزارة وناقشه السادة الوزراء وهو عن طلب تخويل إلى وزارة التخطيط بأن تتفاوض وتتعاقد مع شركات عالمية معروفة لتقديم خدمات استشارية فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة التي تعمل عليها الحكومة حقيقة هذا نوع من مواجهة للفساد بطريقة أخرى أحيانا هناك عجز عن إدارة مشاريع كبرى في بلادنا ونحن بحاجة إلى شركات معروفة وكبيرة لتقديم خدماتها الاستشارية لتدرس جدوى هذه المشاريع وأيضا منفعتها للعراقيين وهذه التجربة في الحكومة أول تجربة من نوعها في أن يتم التفكير في استقدام شركات عالمية تشرف على مشاريعنا وتدرس جدواها وتعطينا قيمتها الفعلية وكيفية إدارها على نحو رشيد هي ضمن خطة الإصلاح في هذه الحكومة لمواجهة الفساد بإشراك هذه الشركات العالمية وهذه الخبرات الدولية في هذا الموضوع فيما يتعلق بوزارة النفط كان هناك طلب من السيد رئيس الوزراء اللبناني لتمديد اتفاق بيع مادة زيت الوقود للجمهورية اللبنانية اتخذ هذا القرار اليوم في الحقيقة وهو يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون في هذه الأيام نحن نعلم والعالم العربي يعلم ويتابع ما يحدث في لبنان من مصاعب الحياة وفي مجالات شتى اقتصادية على رأسها خاصة الظروف التي تحف باللبنان الآن تزيد من هذه المصاعب في العيش وفي تحصيل لقمة العيش حقيقة وفي توفير الكهرباء لأن لبنان بحاجة هذه الأيام إلى هذا الزيت الوقود الدولة العراقية دعمت لبنان في هذا في العام الماضي واليوم قرر مجلس الوزراء أن يواصل هذا الدعم وأن يمدد هذا الاتفاق اتفاق بيع مادة زيت الوقود للبنان خاصة في أيامه العصيبة هذه في وزارة الخارجية أيضا سيد وزير الخارجية قدم موضوعا لفتح سفارة في دبلن في أيرلندا بدلا من القنصلية ونقش هذا الموضوع وكان هناك قرار بصدده هذا أمر يوسع من علاقات العراق الخارجية والدولية وأيضا كان هناك قرار بتخويل وزير الخارجية إبرام مذكرات تفاهم عن الإعفاء المتبادل في منح تأشيرات الدخول للجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة لبلدان محددة هي قطر وعمان ومصر والسودان أخيرا استضيف اليوم وزير الكهرباء سيد وزير الكهرباء وسيد محافظ البصرة وقدموا مجموعة من الموضوعات تتعلق بتوفير خدمات لمحافظة البصرة استمع المجلس إلى احتياجات البصرة عبر السيد المحافظ واتفق على إصدار قرار يخول صلاحيات لسيد المحافظ تمكنه من إنجاز هذه المتطلبات الخدمية للمحافظة وفي آخر النقاش وجه السيد رئيس مجلس الوزراء السادة الوزراء وزير الموارد المائية والسيدة وزيرة الإعمار والإسكان وسيد وزير الكهرباء في التواجد ميدانيا في محافظة البصرة انطلاقا من يوم السبت القادم وللإشراف على المشاريع التي تشرف عليها وتقودها هذه الوزارات الثلاث في الأيام القادمة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة میں لم يتم دائما إ عزبي صباح اب أدرب جميعنا ذرا길 التي تeki